نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين أهلاً بكم استهجن الدكتور أحمد عبدالله عبد أبو مازن الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية إصرار بعض شركاء العملية السياسية على خلط الأوراق وتسويق الاتهامات عبر خيال مريض وأهداف مفضوحة تخلو من كل قيم الرجولة وحفظ العهد مؤكداً أن اللاهثين وراء الانتقام الشخصي سيجنون الخيبة كما في مرات سابقة لأن ولاءنا للعراق وهم عابرون سبيل في دهاليز الإملاءات الخارجية وقال المكتب الإعلامي للنائب أبو مازن في بياننا أن الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية كان قد تقدم الصفوف في دعم التظاهرات السلمية وتنفيذ مطالبهم يوم كان غيره يرتجف خوفاً ويضمر كل الشر للمتظاهرين مؤكداً أن الدكتور أبو مازن يستمد قوته وعزيمته من المواطنين ولا يجامل على حساب حقوقهم لذلك يحظى بقاعدة شعبية واسعة بينما يدور المنافقون في ربع قطر دائرة الفشل مضيفاً أن أبو مازن صادقاً وواضحاً في مواقفه وليس معنياً ببعض الشركاء السياسيين الذين لا طعم لهم أمام الله والشعب والذين سيبقون صغاراً في ذاكرة الوطن والشعب وأشدد بيان المكتب الإعلامي على أن النائب الدكتور أحمد عبدالله عبد يترفع عن الرد وليس معنياً بما يصدر عن سياسيين يتقمصون جميع الأدوار ويلبسون مختلف الأقنعة لحماية مكاسبهم الشخصية حتى لو تطلب ذلك ذبح العراق وأهله والشواهد على ذلك موثقة في سجلاتهم الشخصية والشعب يفرق جيداً بين أصحاب الكلمة والموقف وبين بائع الشعارات على قارعة طريق الفشل المتراكم